والآن نستعرض مع حضراتكم الأحوال الجوية وأخبار التقص أخبار التقص مع مصطفى ميزار في وقفة ثالثة وأخيرة إليك مصطفى شكراً من جزيل هباحسين وشكراً محمد عبد أهلا بكم مشاهدي الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة نستعرض في أحوال التقص ودرجات الحرارة المتقع غداً بإذن الله يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء تقص مائل للحرارة نهاراً على القهرة القبرى والواجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل حرارة على السواحل الشمالية حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يسود تقص لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء فيما يلي مشاهدي الكرام بيانوا بدرجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية نبدأها من محافظة القاهرة وفي درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 27 درجة والصغرى 20 درجة ويكون الجو فيها معتدل محافظة الأسكندرية 25-19 يكون الجو فيها أيضاً معتدل في مطروح 25-18 يكون الجو فيها معتدل في برسعيد 26-21 معتدل في الإسماعيلية 27-18 يكون الجو فيها معتدل أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 27 درجة والصغرى 19 درجة ويكون الجو فيها معتدل في العريش 25-20 يكون الجو معتدل في طابة 29-21 مائل للحرارة في شرم الشيخ 30-22 يكون الجو حار في الغردقة 30-23 ويكون الجو فيها حار أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 31 درجة والصغرى 18 درجة ويكون الجو فيها حار في أسوان 31-19 يكون الجو حار في الواد الجديد 32-15 يكون الجو حار في شلاتين 31-23 يكون الجو حار في حلايب 27-23 ويكون الجو معتدل الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة